أنا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بودوفان لانا أهلا وسهلا بك يعني كان البعض يعتبر أنه كان في رهان من جانب روسيا على تعب أو على عدم رغبة الدول الغربية بمزيد من الأموال لمساعدة أوكرانيا عسكريا اليوم نتحدث عن اتحاد أوروبي بخمسة مليارات يورو ما الخطوة التي يمكن أن تتخذها روسيا في ظل كل تحذيراتها من دفع العالم إلى الهاوية حسب الخارجية يعني هناك عدة خطوات على كافة الأصعدة على السعيد الدبلوماسي وأيضا السياسي وردود الأفعال والرد بالمثل أيضا العقوبات الروسية تجاه الدول الداعمة أو الأفراد الداعمين للدعم الأوكراني وأيضا خطوات عسكرية اليوم كان هناك معلومات تشير إلى أن القوات الروسية بدأت بالانتشار بشكل مكثف مع منظومات الدفاعية على الحدود والمقربة مع الجانب الفنلندي وأيضا الحدود مع الجانب دول متعددة سواء كانت دول صديقة للجانب الروسي أو غير صديقة بالتالي الردود الروسية هي عدة احتمالات كبيرة منها عسكرية وسياسية ودبلوماسية ولكن رغم كل الدعم الأوروبي لأوكرانيا لم تحرز أوكرانيا أي هدف منشود على الجبهات إنما تقتصر الأهداف الأوكرانية على الاستفزاز الجانب الروسي بإرسال الصواريخ وأطلق الصواريخ على المدنيين في مقاطعة بليغورود وغيرها من المقاطعات الروسية والإضرار المادية وأيضا الأضرار المعنوية وأيضا قتل الأشخاص المدنيين في تلك المقاطعات فبالتالي يمكن تصنيف على أن الدعم العسكري لأوكرانيا يقتصر فقط على الاستفزاز للجانب الروسي وتهديد الأمن القومي الروسي وأيضا تهديد الأمن في تلك المقاطعات الروسية لأن تهديد الأمن القومي الروسي كان السبب الرئيسي الذي يقول الرئيس بوتين بأنه قام بعملياتها العسكرية من أجله وعاد وتحدث منذ ليلة الأمس أو أول من أمس أن روسيا مستعدة لاستخدام سلاحها النووي في حال أشعرت أنها معرضة لخطر وجودي هل فعليا مع كل التطورات وبعد عامين لازلنا في 22 من فبراير 2022 بالتأكيد هناك تغييرات كبيرة على كافة الأصعد السياسية والاقتصادية وحتى على الصعيد الدبلوماسية بين الجانب الروسي مع الدول الغربية ولكن وفق ما قاله الرئيس بوتين على أن بحال كان هناك تهديد واضح من حلف شمال الأطلسي بالهجوم على الدولة الروسية يمكن للجانب الروسي استخدام النووي وهذا تهديد بصراحة خطير وصارب من قبل الحكومة الروسية تجاه أي تدريبات محتملة من قبل حلف شمال الأطلسي أو أي استفزازات عسكرية على مقربة من الحدود الروسية ولكن لا يمكن اليوم أن نقول بأن 5 مليار دولار يمكن أن يغير المعادلة أو يقلب موازين القوى يمكن فعليا أن يحدث تغيير طفيف فيما يتعلق بإطلاق السواريخ بشكل المتزايد على المقاطعات التي ضمتها روسيا أو المقاطعات التي هي بالأصل مقاطعات روسية كما شاهدنا اليوم في الصباح مقاطعة بليكوروت التي تعاني منذ أشهر من القصف الأوكراني المتكرر الذي أودى بحياة مدنيين أضرار مادية كبيرة المقاطعة أصبحت شبه خالية لا توجد جامعات تعمل بشكل يومي بالتالي هذه أضرار فعليا أحدثتها أو أحدثها الدعم الغربي للجانب الأوكراني ولكن على الصعيد الجبهة وعلى الصعيد القوات الروسية والقوات الأوكرانية لم يكن هناك أي تقدم ملحوظ إنما كان هناك خسارة كبيرة للجانب الأوكراني فيما يتعلق بمحور خيرسون محور ديفكا التي خسرها الجانب الأوكراني مؤخرا اليوم أيضا ما يمكن أن يحدث غير أكثر من بسيط كما ذكرتي هو في حال هذه الخمسة مليارات أو غيرها كانت تتضمن حزمة أسلحة أو صواريخ لم تستلمها أوكرانيا حتى الساعة إذا كنا أمام هكذا السيناريو لأن الجانب الأوكراني منذ اليوم الأول يطالب بصواريخ بعيدة المدى يطالب بأسلحة لم يحصل عليها حتى اليوم من مدرعات إلى طائرات وإلى أنظمة دفاع جوي بالتالي هنا هل يمكن أن نكون أمام أي مواقف مختلفة من جانب روسيا لأنه كان هناك العديد من الخطوط الحمر فيما يتعلق بالأسلحة لم تغير روسيا كثيرا في الميدان بعد حصول الأوكراني عليها اليوم نلاحظ أن التصريحات الألمانية بعدم الدعم الأوكراني بصواريخ بعيدة لمدى تراجعت كثير من التصريحات حول طائرة F-16 ولكن في هذا الأسبوع المقبل هناك لربما حياطة كبيرة من قبل الوزارة الدفاع الروسية والاستخبارات الروسية حيال الهجوم الأوكراني لربما فيه الذي يصادف الانتخابات الرئاسية الروسية بالتالي هذا الأسبوع سيكون أسبوع حاسم فيما يتعلق بالردود الأفعال الأوكرانية العسكرية على الأراضي الروسية في محاولة لعرقلة الانتخابات ومسارها أولا في المقاطعات التي ضمتها روسيا وثانيا في الداخل الفيدرالية الروسية وأيضا كان هناك الكثير من التصريحات الروسية التي تتناول عن محاولة أمريكية كبيرة لتعطيل المواقع التصويت في الانتخابات الروسية لذلك هذا الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين سيكون حاسما على الصعيد السياسة وأيضا على الصعيد العسكر تجاه السياسة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا على الصعيد العسكر تجاه الدولة الأوكرانية التي تحاول الآن استفزاز بقدر كبير ضد القوات الروسية وضد المقاطعات الروسية لعرقلة الانتخابات الرئاسية ولإحداث المزيد من الضجيج وأيضا الصخب تجاه المجتمع الروسي الذي بدأ اليوم يغضب نتيجة الصواريخ المتكررة ضمن المقاطعات والتي تعرق الحياة المدنيين يعني مثل مقاطعة بليكوروت هي أكثر مقاطعة إلى حد هذه اللحظة عانت نتيجة هذه الصواريخ وعانت نتيجة سقوط عدد كبير من القتلى سواء كان من النساء أو حتى من الأطفال لذلك الجانب الأوكراني في هذا الشهر سيركز بقدر المستطاع على عرقلة الانتخابات وذلك بتوجيه الضربات العسكرية الكبيرة فضلا عن وجود الدعم الأمريكي فيما يتعلق بالتصويت عبر الإنترنت لذلك اليوم نلاحظ أن توجه الحكومة بدعم الانتخابات أكثر بدعم التصويت وتشجيع المواطنين على التصويت رغم الأحداث السياسية ورغم الأحداث العسكرية فيما يتعلق بمقاطعات محايدة للدول الغربية أو حتى محايدة للحدود مع الجانب الأوكراني لكن لا يمكن التنبؤ فيما بعد الانتخابات الرئاسية ماذا سيكون الردود الفعل الحكومة الروسية الجديدة تجاه التصرفات الأوكرانية المتقررة الموضوع الديبروماسي قبل أن ينتهي وقتنا لو سمحت بطبيعة الحال يمكن أن تتغير قليلا لكن السياسة الروسية فيما يتعلق بحرب أوكرانيا وخطوط بوتن الحمراء فيما يتعلق بما يمكن أن يرضى به للتوصل إلى حل أو اتفاق واضحة منذ اليوم الأول اليوم الجانب الأوكراني يتحدث عن السلام أو عن أنه حان الوقت للسلام ملجأ الرد من الجانب الروسي لا مانع إنما بحسب بوتن يجب أن يكون مبني على حقائق وبالتالي هل لا نزال بعيدين عن إمكانية حدوث مثل أي تفاهمات تفضي إلى سلام دائم هناك محاولات صينية كان هناك محاولات أيضا العديد من الدول التي حاولت التقارب بين الجانب الروسي والأوكراني في محاولة لإحداث المفاوضات والجلوس على طاولة الحواة بين كلا الطرفين وحتى كان هناك محاولات أخيرة تركية رغم كل ذلك لا يوجد أي خطوات جدية من قبل الجانب الأوكراني على الرغم أن الجانب الروسي قد صرح مرارا ومتكرارا على أنه مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات وأن هذا الصراع لا يمكن أن ينتهي إلا بطريقة دبلوماسية ولا يمكن أن ينتهي بطريقة عسكرية بالمقابل يجب أن يكون هناك احترام للشروط الروسية وخاصة فيما يتعلق بالمقاطعات الأربعة التي تضم روس أوكران هم الذين طالبوا الوجود الروسي وهم الذين تسميهم أوكراني بالانفصاليون ويحملونها الجنسية الروسية بالتالي هذه المسألة لا يمكن التهاون بها أو تحاول أوكراني استعادة تلك المقاطعات لألا يحدث حرب أهلية مجددا منذ عام 2014 شاهدنا تلك الحرب في الثورة الملونة التي حدثت في أوكرانيا بالتالي الجانب الروسي لا يريد أن تتكرر هذه الأحداث السياسية إنما يريد أن يكون هناك اعتراف أوكراني بالحدود الروسية الجديدة ومن ثم تطبيع العلاقات على الصعيد الدبلوماسية بين كل الطرفين هذه الشروط لا تعجب الجانب الأوكراني الذي يحاول قدر المستطاع بأن يتحدى الجانب الروسي حتى بإعادة شبه جزيرة القرم بالتصريحات الأمريكية بسماعه للتصريحات البريطانية بالدعم الغربي اللامحدود كل هذه العوامل ساهمت بأن يكون الرد الأوكراني سلبي لذلك هو الأمر مرهون بمسألة الوقت بحال فعليا تراجع الدعم العسكري بشكل ملحوظ لأوكرانيا فالمفاوضات هي الخيار الوحيد أمام الجانب الأوكراني لمحاولة تخفيف عبء الحرب على الصعيد الاجتماع والاقتصاد وأيضا على الصعيد السياسة داخل البيئات لأن هناك محاولات كبيرة نسمعها الآن للانقلاب على الحكومة الأوكرانية شكرا جزيلا لك من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بودوفان